ولك شو هاد؟ حلو يا حلوين هل يترى رموش بتلعب دور بتزحية العين لتحت؟ اي او لا؟ تمحصوا طبيعة الرمش وتفاصيله بتعووا معي لحتى اخبركم شلون اغلب الصبايا بيجبوا الرمش الكامل وبيحطوه مثل ما هو على العين لا بيقصوا ولا بيعملوا شو ما كان شكل عينهم؟ وهذا الشي من اكبر الاغلاط يلي بيقفل العين ونفس الوقت اذا كانت العين نزحتها شوية لتحت رح يسبب زحطان اكتر للعين ونزولها بالتجاه الخد مثل مو شايفين الرمش الطبقنا بشكل كامل نزل العين لتحت وهذا الشي قفل العين وعطى شكل نص هلال اي نص دائرة لتحت وهذا الشي ممنح ابدا طبعا وهذا الشي كمان بالاخص للعين الناسة ما فينا نطبق رمش بهالطريقة رح يسبب نعسانة اكتر وبتروح وغفوه على الاخير فدير ربعكم تمام هون جبت نص رمش طبع ما رحطو بالنهاية كامل لا بحطوه قبل العين بشوي وهذا الشي بيرجع كمان لشكل العين لانه مساحة اللي بتخليمي فيها اني حطها بالمنطقة السليمة مد ما شفتوا انا عيوني هون حطيتها قبل نهاية الرمش وبتضل قصب من الرمش متل ما كون شايفين هيدا طبعا بعد مسكرة بترفعو بتسبتو مع الرمش بطلع كتير تمام بس اون ما حط مسكرة انا لا على الاولى ولا على التعني بس فرجيكم شكل الرمش قبل المسكرة فمتل ما شايفين مع المسكرة مع تثبيت الرمش وطغطو رح يسبب رفع العين هيدا شكل الرمش بدون مسكرة طبعا اكيد مع ايلانر وشدو ظريف رح يطلع الشكل كتير حلو مرفوع فانتو بتحطوا لان خفيف من هون وبترفعو العين مع شوية مسكرة وبتسبتو مع الرمش وبتطلع العين بطريقة واسعة واجمل طبعا للي بيحب العين المفتوحة والواسعة ولو فيها مساحة طبعا هادا الشي اكيد من بيلبق العين الزواحظة لانو بيكبرها زيادة اما الرمش الاول المقفول ممكن يلبق العين الزواحظة لانو بيسكرة منيح شو حبيتوا انتو هاي ولا هاي خبروني